اهلا بحضراتكم في تغطية خاصة هنتكلم فيها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة وحتى الاربع القادم 7 ديسمبر واهم الظواهر الجوية المرتقبة خلال الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد تلك الفترة انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على معظم الانحاء مع وجود فرص لسقوط الامطار الخفيفة تنخصر على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتر اما بالنسبة لحالة الطقس اليوم الجمعة فتتوقع هيئة الارصاد الجوية الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء واوضحت هيئة الارصاد الجوية ان تكون هناك فرص سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد بالنسبة لحالة الطقس وابرز الزواحر الجوية المتوقعة بداية من يوم السبت فبتتوقع الارصاد الجوية ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كما تتوقع الارصاد الجوية استمرار ظهور شبورة مائية صباحا يوم الاحد الموافق 4 ديسمبر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة واعتبارا من يوم الاثنين 5 ديسمبر وحتى يوم الاربعاء الموافق 7 ديسمبر بتتوقع الارصاد الجوية انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بالنسبة لدرجات الحرارة الجمعة القاهرة العظمة 24 والصغرى 15 الاسكندرية العظمة 23 والصغرى 14 مطروح العظمة 22 والصغرى 13 سهاج العظمة 26 والصغرى 12 إنا العظمة 28 والصغرى 13 أسوان العظمة 27 والصغرى 15 دي كانت كل المعلومات عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء القادم 7 ديسمبر وأهم الظواهر الجوية المرتقبة خلال الفترة المقبلة انتظرونا في المزيد من التغطيات من تليفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة